رانا وايتن هيستخدموا النهاردة حجر النارد عشان نختار منه عوامل الايه الدر يلا يا رانا ارمي اول رمية كده طلع كام يلا اكتبيها يبقى اول عامل طلع كام يلا يا ايتن مسكي حجر النارد اختاري العامل الثاني كام يا ايتن ستة يلا يا امر اختارنا العامل الثاني كام برافو يلا يا رانا اختاري العامل الثالث طلع كام خمس احسنت يوم كده اختارنا يا سنة تالتة تلات عوامل للضرب الاثنين والستة والخمس يلا بينا بقى هنحل المسألة بتاعتنا باستخدام خاصيتي يا حبايبي اسمع ايه؟ التغنية طيب يلا اول الطريقة الاولى ايتن هتحل بالطريقة الاولى يلا يا ايتن اختاري عددين يلا يا حبايبي اسمع اختاري عددين يلا يا حبايبي اسمع اختاري عددين يلا بمقدار كام يا ايتن؟ اختاري عددين هنخفز كم مرة؟ ست مرة احسنت يا ايتن يقول ان تختاري عددين اختاري عددين ست مرة اختاري عددين يلا بمقدار اختاري عددين اخفزه مع بعض اتنين احسنت يا عاية يبقى تلتبقى اتنين اتناشر يبقى الاتنين في ستة بكام يا عاية طب وبعدين هعمل ايه يلا يا امر تلتبقى تحت الاتناشر كنو واخدينها الترمي الاولاني والاستاذة ايلمنا على الضرب بعددين فعدد كنا بنعمل ايه ايتين برافو عليكي يلا وبعدين بقى الاتنين في خمسة ناشر نحط السلف والواحدة التانية معنا في الانية وانتبقى خمسة وقام معنا وهي باستة يبنتك ترى كام؟ ستين احسنت يا عاية رانا بقى هتحل بطريقة تانية تختاري إياه رنا يا الله يا أمو